يعني أنا مش حسأل أنا حاول لحضرتك كل سنة وماسبيرو بخير كل سنة وماسبيرو واقف وراسخ ولو حرك تقول لنا بقى ماسبيرو ماسبيرو ده العشق الحقيقة المصريين كلهم صورة ماسبيرو في الزاكرة وفي القلب وفي العقل وهو الزاكرة المرئية والسمعية لتاريخ شعب المصري منذ أنشئة يعني احنا عندنا مكتبة عبقرية ضاربة أحداث سياسية رياضية مبدعين موسيقيين احتفالات يعني الحقيقة زخم رائع 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 فأنا رأيي أنه هو يعني زي ما تقول تاج القوى النعيمة المصرية يعني القوى النعيمة المصرية فيها بقى موسيقيين سينمائيين كتاب مفكرين رسامين علماء مخترعين مبتكرين كل دول علشان يظهروا زي ما صلاح جاين كان بيقول صورة 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 كلنا كده عوزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الرايا المنصورة طيب الماسبيرو عمل الصورة دي هو يعني جمع العقل المصري والوجدان المصري عبر عقود يعني احنا بنتكلم بستة عقود صحيح 64 سنة حاجة بديعة بديعة جدا أستاذ جمال الشاعر لما يذكر اسمه عند الناس أستاذ جمال عارف يعمل الخلطة السحرية للإعلام إنه نحاز في البداية للناس الإعلام من الناس وبين الناس وعنده هذا التوجه في البداية إنه منذ عملك في صوت العرب وتنقلك على زي ما بقوله كده فكرة المذيع الشامل اشتغلت ثقافة، فنون، إبداع، أوبرا، برامج شبابية كان همك الناس شايف إنه ماسبير هو الوظيفة الأولى والأهم ليه إنه يبقى صوت الناس ده يعني ماسبيرو المراية دي المراية الكبيرة يعني إذا وقف الإنسان أمامها وراء نفسه سوف يتابع ويجلس ويصفق كل شيء شكرا